اشتركوا في القناة ومع رؤى مبشرة جميلة في حق غزة حفظها الله تعالى لا ندع الأيام تجري دون أن نوتق هذه الرؤى الجميلة وقلوبنا الآن تتألم لما يقع لأطفالنا في غزة وهم لا يجدون حتى كسرة خبز في الوقت الذي نرى فيه العالمين العربي والإسلامي صامت صمت الحجر وهم يتنعمون بكل ما لد وطاب إلا بالرحم ربي في هذه الحلقة كذلك أحب أن أرسل رسائل أخرى لمن اتهم المغرب بالتطبيع ولمن ليست له أي لغة أخرى سوى كلام يردد في كل وقت وحين المغرب بلد مطبع والمغاربة بلد اليهود وغير ذلك وسأتكلم كذلك على موضوع مهم وهو الترويج لمهدي موجود في الجزيرة العربية مجموعة قنوات اتفقت واتحدت على هذا الأمر يستغلون الأحداث السياسية الموجودة في غزة ليتكلموا على مهدي يعرفون أوصافه يعرفون من يكون ويستغلون مجموعة رؤى لا نعلم صحتها ويبشرون بهذا الشخص وهذا الموضوع كبير جدا بطبيعة الحال سنتكلم فيه في هذه الحلقة باختصار على أساس أن نفصل فيه في القناة الرسمية قناة المعابر المغربي محمد مجاهد وأخصص كذلك دقائق معدودة للكلام على المقاطع القصيرة التي أضعها في هذه القناة قناة التقويم وإعادة تأويل مقاطع قصيرة توتق التوقعات التي تحققت حماية لها من الانتحال والصرقة أقول وبالله أسعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عبادي الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة باللسان يفقه قولي أحبابي كرام أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة ونسأله أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر الصارقين ومن شر المبتدعين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين ونسأل تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم آمين ونبدأ بقراءة هذه الرؤية الأولى يقول الرأي رأيت الليلة في المنام أن الأرض بدأت تتكلم في غزة وسمعتها تقول بقي صدة واحدة فهمت أنه بقي معركة واحدة وينسحب العدو ثم تقول صبروا العيال وفهمت أن على أهل غزة أن يصبروا أولادهم من الجوع لفترة قصيرة وبعدها الفرج الرعب دب في قلوب أفراد الجيش بسبب سماعهم الأرض هذه الرؤية كانت بتاريخ يناير 2024 وعيد قراءتها يقول الرأي رأيت الليلة في المنام أن الأرض بدأت تتكلم في غزة وسمعتها تقول بقي صدة واحدة فهمت أنه بقي معركة واحدة وينسحب العدو ثم تقول صبروا العيال وفهمت أن على أهل غزة أن يصبروا أولادهم من الجوع لفترة قصيرة وبعدها الفرج الرعب دب في قلوب أفراد الجيش بسبب سماعهم الأرض الرؤية هذه كانت بتاريخ يناير 2024 أحباب الكرام هذه الرؤية صادقة وهذه الرؤية حق والرؤية الحق هي جزء من 46 جزءا من النبوة لماذا هي صادقة لأن هناك رؤى أخرى تواطئ نفسها المعنى والمضمون وهذه الرؤية على ظاهرها نعم هناك حصار من العالم على فلسطين بالستناء الشرفة ولا بد من الصبر والتحمل فهناك معركة فاصلة قادمة ستكون هي الأخيرة ويكون النصر بدل الهزيمة والفرح بدل الحزن والنعمة بدل الحاجة والعزة بدل الهوان ولا عزاء للجبناء طبعا الرؤية أحباب كرام واضحة وضوح الشمس وأحب أن أقف هنا وقف لأمر إلى الرؤية الثانية المغرب بالرغم من المسافة البعيدة بينه وبين فلسطين ها هو الآن يدخل المساعدات إلى أهل غزة برا وجوا نعم وأهل المغاربة الشرفاء من طنجتها إلى القويرة في الشهور السابقة كانوا الصباقين في الخروج في مظاهرات تمديدية دائما كانوا يدعونا لغزة بالنصر وفي قيام رمضان بعد صلاة العشاء سبحان الله كل المساجد تدعو لغزة بالنصر والفرج تدعو الله سبحانه وتعالى ليفرج على الأطفال والبسكين والفقراء والمستضعفين نعم هؤلاء هم المغاربة الشرفاء يعني لم نرى بعض الدول التي دائما كانت ترفع شعارات نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لم نرى سبحان الله لم نرى هذا الكلام على أرض الواقع وإنما كانت هي شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع في وقفات شعبية نصرة لغزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر تحت شعار عار أي جوع ونحن لا نهدم وفي العاصمة الرباط دع المتظاهرون إلى إرسال مساعدات عاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة ووقف مسار التطبيع منددين بالموقف العربي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وبسياسة التجويع الإسرائيلية نعم هذه شهادة خمسين مدينة مغربية تخرج وتقول عار أن يجوعوا ونحن لا نهتم فانطلقت المساعدات من المغرب برغم طول المسافة فدخلت هذه المساعدات برا وجوا كما نلاحظ على الشاشة أحبابي كرام الإعلام كذلك واتقى هذه الخطوة الجميلة للمغرب ونقرأ في الأخبار مسؤولون إسرائيليون المغرب أول من أدخل المساعدات برا إلى غزة وفي هذا الخبر نقرأ كذلك الملك محمد السادس يأمر بتوزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة وهذا الخبر بطريق يستخدم لأول مرة المغرب يوصل المساعدات إلى غزة وهذا الخبر مساعدات المغرب لغزة خبير يقول مؤازرة الشعب المغربي للفلسطينيين ليست ضرفية وهذا الخبر إنجاز استثنائي المغرب أول دولة تدخل المساعدات برا إلى غزة بعد اندلاع الحرب العسكرية وهذا الخبر بحلول رمضان عاهل المغرب يوجه بإرسال مساعدات إلى غزة وهذا الخبر المغرب يشارك في إنزال المساعدات إلى غزة وهذا الخبر كذلك المغرب يدخل مساعدات لغزة عبر طريق برّي نعم الأخبار موجودة توتق هذا الحدث المهم وهذه رسالة لمن يتهم المغرب بالتطبيع والكلام الفارغ المغاربة من طنجتا إلى القويرة خرجوا في مظاهرات منددة والمغرب الآن على أرض الواقع يوصل المساعدات برّا وجوّا إلى غزة وأنتقل إلى الرؤية التانية والرائية من غزة الرؤية بتاريخ فبراير الفين وعشرين تقول رأيت مكتوب أخبار رمضان ثم كتب بخط كبير الصابرين ثم حدثت أحداث ضبابية لا أذكرها ثم كتب بيت المقدس ثم رأيت فسان أبيض طويل أعيد قراءة نص هذه الرؤية تقول الرائية وهي من غزة رأيت مكتوب أخبار رمضان ثم كتب بخط كبير الصابرين ثم حدثت أحداث ضبابية لا أذكرها ثم كتب بيت المقدس ثم رأيت فسان أبيض طويل هذه الرؤية جميلة أحبابي كرام الصبر مفتاح الفرج الصبر مفتاح النصر نعم أهل غزة يحتاجون الآن الصبر والنصر قادم إن شاء الله تعالى ومعنى الفسان الأبيض في هذه الرؤية معنى الفرج ومعنى النصر ومعنى الفرح بعد الحزن والبكاء نعم الرؤية مبشرة جميلة وانتقل إلى الرؤية التالتة يقول الرأي في هذه الرؤية التالتة أبي رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاهزوا البيوت جاهزوا البيوت الرؤية هذه كانت بتاريخ مارس الفين وعشرين أعيد قراءة نص هذه الرؤية يقول الرأي أبي رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جهزوا البيوت جهزوا البيوت الرؤى التي يكون فيها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأوصافه الكاملة المكمولة في السنة هي رؤية حق ونفهم من كلام الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جهزوا البيوت بمعنى الاستقرار والعودة إلى الوطن بعد الرحيل نفهم معناه الاستقرار والعودة بعد المخيمات نفهم الاستقرار والعودة بعد النوم في الشوارع خوفا من القنابل المدمرة يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جاهزوا البيوت بمعنى عودوا إلى بيوتكم بمعنى الترتيب والتنظيف والأتات وغير ذلك إنها رؤية مبشرة جميلة لأهل غزة وقبل أن أختم هذه الحلقة أحباب الكرام هناك كلام صادم سأتكلم في هذا الموضوع لدقائق معدودة على أساس أن تكون حلقة كبيرة مفصلة للأحداث في قناة الأولى قناة المعبر المغربي محمد مجاهد نعم مجموعة قنوات على اليوتيوب تبشر بظهور مهدي معلوم يعرفون اسمه ونسبه وأين يكون إلى غير ذلك قنوات بطبيعة الحال مشرقية من مصر والجزائر وغيرها من البلدان اتفقوا وأقسموا على أن هناك مهدي الآن جاهز ووصلتني فيديوهات ووصلتني التسريبات إلى غير ذلك واحد مصري يحمل المصحف الكريم ويقسم بالله على أنه رأى رؤية والمهدي على الأبواب وكل ما في ذلك أنهم قد جهزوا مهدي واستغلوا الظروف السياسية الراهنة كما استغلوا أقوال المنجمين والفلكيين ظنا منهم أن كل هذه الأحداث تصد في طريق واحد وهو أننا وصلنا إلى باب النهاية نعم استعانوا بكلام المنجمة ليلى عبداللطيف وهي تتكلم عن تابوت وهي تتكلم على أمور وهي تتكلم عن أحداث ستكون في رمضان وهناك مقتلة كبيرة جدا كما استغلوا كلام الفلكي الهولندي وستغلوا كلام آخرين وخلطوا الحابل بالنابل وقالوا هناك رؤى إلى غير ذلك فبدأت تخرج أقوال وكلام سبحان الله وقد جمعنا بما يكفي من قنوات نحتاج إلى منتاج ونحتاج إلى إهداد إن شاء الله وتعالى وتكون حلقة كبيرة هذا من باب توتيق لا أقلولك نحن لا نهاجم أي أحد يعني بالأمس كانوا يهاجموننا وقد وصفوا المعبر المغربي محمد وجايد بكل الأوصاف وصفوه بالكاذب والدجال وأنا هنا لن أسب أحد ولن أشتم أحد فمن سبني ومن شهد الزور في حقي حسابي معه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكن فقط هذا من باب توتيق لن ندع هذه المرحلة تمر بدون توتيق سنأتي بهم إن شاء الله تعالى في حلق كبيرة مفصلة ونستمع إلى كلامهم وأقوالهم وشهاداتهم لماذا؟ لأننا سنحاسبهم أحباب كرام إن لم يكن إن وصلوا إلى الباب المزدود بطبيعة الحال يعني حينما تقول كلام لابد أن تتحبل مسؤوليته حينما تخرج وتقسم وحينما يخرج آخر ويزكي الكلام برؤية لا نعلم صدقها بالكذبها ويأتي الثالث والرابع والخامس وهكذا فلا بد من هذه الأمور أن توتق لأنكم ستحاسبون عليها نعم السغرب لشخص سبحان الله هو موالي نظام المصري وهو معين للمخابرات المصرية أن يخرجوا ويبدأ يتكلم على مهدي بعينه إلا إذا كان هذا المهدي سبحان الله هو في إطار خطة تضليلية أو ربما سبحان الله وما أكثر المدعين إلى غير ذلك نحن لا نستبق لا نستبق الأحداث المهم نريد أن نوتق أقوالهم ونوتق أفعالهم ونوتق كل شيء وتبقى الحلقة موتقة إلى أجل بحدود إن شاء الله سنحاسب كل هؤلاء على أقوالهم فإن صدقوا صدقوا وإن كذبوا أحبابي كرام فلا بد من المحاسبة والمراجعة هذا ما أريد أن أقول أقوله إن شاء الله وتعالى في هذه الحلقة وصلت إلى نهاية هذه الحلقة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر